موسيقى بلا حدود من الدوحة أنا جلال شهداء أحييكم أغلاق في مصر خوفا من التظاهرات وليس الفيروسات هذه المرة في خطوة أعادت إلى أذهان المصريين خطة العام الماضي أغلقت السلطات المصرية عددا من المقاهي ونشرت قوات أمنية في شوارع وميادين عدة ونصبت كمائن للتفتيش خاصة في هواتف المرة الشخصية المحمولة وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هدفا لتطقيق رجال الأمن فيما يعتقد أنها حملة استباقية لمواجهة تظاهرات محتملة دعا إليها ناشطون وشخصيات معارضة في العشرين من سبتمبر أيلول الجاري ما يعزز هذا الاعتقاد لدى مصريين أن الغلق جرى بشكل خاص في مناطق مثل القاهرة والجيزة والسويس وهي نفس المناطق التي شهدت في ذات الشهر من العام الماضي تظاهرات معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي احتجاجا على ما أسماه متظاهرون فساد المنظومة الحاكمة والتدهور الوضع المعيشي إلى حد غير مسبوق ورفضا لسياسة الرئيس السيسي وانتهاكات السلطات حقوق الإنسان وأحكام القبضة الأمنية الدعون للتظاهرات هذه المرة وفي مقدمهم مجددا المقاول المصري السابق محمد علي يقولون إن الغضب الشعبي اليوم أكبر من العام الماضي وأن إجراءات السلطات القمعية المتواترة خاصة تنفيذها قرارات هدم منازل المواطنين شملت مؤيدين للنظام ومعارضين تعطي زخما أكبر لمظاهرات محتملة تطالب برحيل الرئيس السيسي تظاهرات ضد الرئيس حصلت فعليا في الفضاء الافتراضي خلال الأيام الماضية حيث تصدرت وسوم عدة أبرزها واسم مش عيزينك مواقع التواصل الاجتماعي المصرية طالبت الرئيس السيسي بتنفيذ وعوده المتكررة بالرحيل إذا طالبه الشعب المصري بذلك على ضوء ما يعتبره مصريون ضعف الحراك الداخلي والخارجي المناوئ لسياسات النظام والتشرذم صفوف المعارضة هل ستكون المظاهرات المحتملة التي يعول عليها معارضون مغايرة فعلا هذه المرة إلى جانب ملفي الاقتصاد الضاغط والحقوقي الخانق أناقش مع ضيفين أسباب ما يعتبره مراقبون تراجع النفوذ الإقليمي لمصر نقيم الدور المصري بشأن القضية الفلسطينية في ظل اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين وأسأل عن علاقات مصر بمحيطها والتحديات التي تواجهها إقليميا خاصة في أزمة ليبيا والتوترات شرق البتوسط بلا حدود مع الدكتور ثروة نافع عضو سابق في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المصري والدكتور تقاضم الخطيب أكاديمي وباحث سياسي مصري في جامعة برلين حرة وعضو في اتلاف شباب الثورة سابقا أهلا بكما دكتور ثروة أولا ما تقييمكم لهذه الدعوات لتظاهرات في عشرين من الجاري شوف يعني أنا بطبيعة الحال مش ضد فكرة أن حد يدعو لأي مظاهرة أو للتعبير عن الرأي أنا محورية للتعبير عن الرأي لكن لا أعتقد أن هذه الدعوات ستلقى القبول الذي يظنه البعض ليس لأن ليس هناك غضبا في الشارع أو أن الغضب تجاه النظام يزداد يوما بعد الآخر لكن تكرار الأمر بنفس الأسلوب ونفس الطريقة غالبا لا يؤدي لنفس النتائج في موضوع الدعوة للمظاهرات المظاهرات في عشرين سبتمبر السابق كانت عفوية جدا من نتيجة أن من وجهة نظري الخاصة أن الأخ المقاول محمد علي كان معبرا بطريقة عفوية جدا عما يعني يقول بخاطر المصري أو المواطن الطبيعي وليس السياسي أو النخبة فكان بيتكلم بلغة بسيطة جدا وكان بيتكلم بعفوية شديدة جدا لم يكن وراءها أغراضا سياسية أو محركون سياسيون فقامت هذه المظاهرات عفوية وهي ما أربكة النظام من وجهة نظري أكبر إرباك للنظام حدث منذ 2013 كانت عشرين سبتمبر الماضي أما فيما بعد ذلك وده كان للأسف يؤخذ على النخبة السياسية أو من حاولوا أن يتصدروا المشهد ويدفعوا بن حمد علي إلى اتجاه سياسي فشل معهم طوالا ستة سبعة سنوات منذ الإنقلاب حاولوا أن يجعلوا يسير في نفس المصار وبنفس الأدوات وبنفس طريقة التفكير الذي فشلوا فيها جميعا سواء كانوا أشخاصا أو جماعات أو منظومات متكاملة فأدوا إلى فشل هذا الحراف الشعبي العفوي وإلى فشل هذه الفكرة التي جاءت في عشرين سبتمبر الماضي هل سبتمبر القادم يمثل ذكرى للناس تنزل فيها في الشارع؟ المسألة لم تعد ذكرى يوم المسألة مسألة أن هناك غضب ولكن المحرك لهذا الغضب لن يكون من خلال دعوة عامة أو مسبوقة بتاريخ أعتقد أنها ستكون لحظة انفجار غير معلومة قد تأتي من أدفه الأسباب أو أقل الأسباب أو من سبب لا نستطيع أن نتصوره نتصوره كما حدث في عشرين سبتمبر الماضي لم يكن أحد يتخيل أن يخرج من باطل النظام من يدعو إلى فكرة أن هذا النظام فاسد بأدواته وأنه فاسد بمن يحركونه وبهذه الطريقة ولذلك أنا عند رأيي إلى الآن أن محمد علي لم يكن يحركه أحد حينما قام في عشرين سبتمبر الماضي يعني كما ظن البعض أننا دائما عندنا فكرة المؤامرة وأن هناك يد خفي لكن حرك فيما بعد من ناس آخرين حرك فيما بعد أو استغل حراكه كمان من داخل النظام من داخل أدوات النظام وبدأوا يقضوا مكاسب ضد بعضهم البعض لأن هناك فصائل مختلفة داخل النظام في كافية معالجة المعارضة ومعالجة الثورة المصرية لكن ردا على سؤال حضرتك بوضوح شديد أتمنى ولكن لا أعتقد أتمنى أن يكون هناك حراكا في العشرين من سبتمبر أتمنى أن يكون حراكا عاما أو تغيير الوضع السياسي لكن لا أعتقد أن هذه الدعوة ستلقى هذا القبول وهذا النشاط في الشرع المصري في الـ 20 سبتمبر القادم أسمع رأي تقادم الخطيب دكتور تقادم الأسباب كثيرة للتظاهر حسب مقال الدكتور ثروت هل المشكلة في الدعوة لهذه التظاهرات؟ في الحقيقة أنا أتفق تماما بأنه لن يكون هناك أي استجابة في هذه المسألة على ما أظن لأنه في النهاية المسألة تتعلق على الرغم من وجود الأسباب كما ذكرت تتعلق بعملية الخطاب الذي يصدر لأنه في النهاية أحد أزمات المعارضة المصرية حتى هذه اللحظة من ضمن الأزمات هو أنه لا يوجد هناك خطاب معين حرك الناس لكن ما قد يحدث هو أن يكون هناك نوع من التحركات العفوية كما حدث في الأيام السابقة من خلال الاعتراض على عملية إزالة بعض المخالفات أو بعض المنازل وغير ذلك وبتالي أن يكون هناك عملية التحام مباشرة في هذه الحالة مع هذه الدعوات التي تأتي لأنه في النهاية هناك حالة من الفراغ السياسي الكبير جدا التي حدثت بعد 2013 إلى جانب أن هناك هيمنة للدولة ولمؤسساتها الأمنية على المجتمع المصري وبالتالي عملية التحرك أو وجود فراغ في هذه الحالة حتى يتم تحركه لن يكون يسيرا لأنه كمان أيضا السلطة في مصر ترى أن الشارع خطا أحمر وبالتالي هي ترى بأن مساحة الحرية التي أعطيت من قبل في عهد مبارك والتي سمحت بأن يكون هناك هامشا من المعارضة هي ما آلت إليه أو ما أدت إلى أن يكون هناك 25 يناير ثم توابعها وبالتالي هي ترى أن هذه المسألة لا يمكن أن تستمر وبالتالي لابد أن يتم إغلاق المجال العام بنسبة 100% وهو ما يحدث الآن ولذلك فإن عملية الخروج في وجهة نظر أنها لن تتم بالصورة التي كانت عليها من قبل في 25 يناير أو حتى في متلا قد تكون كما أشرت بطريقة عفوية لا أحد يستطيع أن يعلم اتجاهها أو يعلم مدى قوتها لكن بلا شك الأسباب التي قامت من أجلها الثورة من قبل لا زالت حتى هذه اللحظة موجودة وبالتالي لابد أن نترك المسأل بأن هذه الدعوات التي تنطلق من هنا أو من هناك أعتقد أنها لن تكون هي المحرك الأساسي المحرك الأساسي الذي يمس في الناس بصورة مباشرة وأكبر هو عملية المسألة الاقتصادية في المقام الأول وبالتالي لأنه في النهاية هناك أزمات اقتصادية متعددة سواء كانت الأزمات الاقتصادية تضرب اقتصاديات عدة وأدى من جانبها الاقتصاد المصري الذي لديه أزمة في الحقيقة متعددة أعتقد أن نتحدث عنها وبالتالي هذه النقطة الجوهرية التي من الممكن أن تحرك الناس في الشهر لكن أن يخرج بعض الناس من هنا أو من هناك في ظل أن المعارضة المصرية حتى هذه اللحظة لديها أزمة أو عدة أزمات بأنها حتى هذه اللحظة لا تترك أو تتمركز بأن المعارضة فقط هي عملية التظاهر وأنا أظن أن هذه المسألة هي مسألة تاريخية داخل السياسة المصرية ممتدة منذ ثورة 1919 بأن المسألة السياسية هي عملية التظاهر فقط بينما المسألة السياسية هي أكبر من ذلك ولذلك كما أشرت وقل بأنه أظن أنه لن يكون هناك أي نوع من الخروج تجاه هذه الدعوة أو لن يكون هناك نوع من القبول وأن المسألة سوف تكون بمساء العفوية لا أحد يستطيع بأن يتنبأ بها لا أحد يستطيع أين هي ستتحرك أو كيف حجمها وغير ذلك من هذه الأمور طيب دكتور ثروت هذه المعارضة التي أشرت إليها بأنها لم تستطع أن تضع طريقة واضحة لحث الشعب على التظاهر هناك معارضات وليس معارضة واحدة لبرالية أيديولوجية إسلامية يسارية إلى آخره لماذا لم تستطع أن تتوحد في كتلة واحدة لمواجهة كل الظروف التي تمر بها مصر وهي كافية ليكون هناك عشرات التظاهرات وليس التظاهر واحدة هذه المعارضة واحدة مليون دولار فيها الشيطان لكن اكتشفت وبرضو عن تجربة خاصة عشان محادي يقول أن أنا بعمل برود براش على الموضوع اكتشفت أن كلهم منصبين على فكرة معارضة ما قبل 2011 وهي المكاسب أصبحت في الأول كانت مكاسب في البرلمان أو مكاسب مطاعد ثم مكاسب صحف ثم مكاسب مقالات ثم الآن مكاسب في السوشيال ميديا واللايكات لم يأكل مش هقول أنهم ما عندهمش أهداف جيدة لكن طريقة التنفيذ يعني الاستراتيجي بتاعتهم قد تكون مش واضحة بالنسبة لهم والأوبريشن أو العملية التنفيذ الاستراتيجي في نفس الوقت ينفذوها بنفس الأفكار القديمة مع آليات قديمة في وضع لا يحتمل هذه الأساليب وهذه الآليات فأصبح كل واحد منهم يحاول يبين أنه عايز ينفتح على الآخر أو ينضم إلى الآخر ولكن بأجندته الخاصة فبدأت تبقى في عملية تجميع المعارضة أنت بتتكلم في فكرة القضية الفلسطينية كل واحد جاي على أجندته ومتمسك برأيه ومفيش حاجة يسمى مفاوضات فأنت بتلغي فكرة أنك أنت بتكتمع أو أنك أنت في مفاوضة ودائما حتى الأقليات أو من يقولوا أنهم بعيدين عن الطيار الأكبر في التنظيم وهو الطيار الإسلامي بيجوا بأفكار مسبوقة على أنهما ضعفاء لا قيمة لهم مع أن هذا العكس في وجهة نظري وأنا كليبرالي أنا أعتقد أن الأغلبية في الفكر المصري هي أغلبية ليبرالية سياسية في الفكر لكن ربما لا يوجد شرح أيديولوجي لفكرة الليبرالية التي تم تشويها من الجانبين الجانب العسكري والجانب الدين لكن هؤلاء حتى عندما يجبوا في حالة الاجتماعات أو في حالة تلاحم هذه المعارضة يجبوا بفكرة أننا لازم نبقى باراسايت أو ننضم إلى الحجم الأكبر ونرى ما يريده ونرى ما يعمل فأصبحت الفكرة التجميع المعارضة من وجهة نظري فكرة لن تحدث لأن المعارضة أو فكرة المعارضة السياسية في العالم العربية في مصر خاصة لم تنضب بعد لفكرة مفهوم السياسة بمفهومها العام أنا إيه استراتيجيتي أنا عايز إيه وإيه الفرق بين تنفيذ السياسة في وضع توري أو في وضع أنا عايز أعمل فيه بتغيير للفكرة السياسية أو الحياة السياسية بأكملها وفيه فكرة أننا بس شغل سياسة في وضع مستقر سياسيا ولو بنسب ضئيلة وبشتغل على فكرة المكاسب السياسية الضئيلة التي أنا أحصل عليها في هذا المناخ السياسي فده سبب من وجهة نظري فشل وسيستمر هذا الفشل لأن هناك تمسك بأن هؤلاء يفكرون بنفس تفكير من يلاهضونهم يعني هم يعيبوا على العسكر فكرة الدكتاتورية وعدم التخلي والسيطرة وفرض الرأي وهم في أنفسهم وفي دوائرهم ينفذون نفس الأفكار والإيدولوجيات نفس الأساليق نفس الأدوات التي يستخدمها العسكر لذلك تجدهم يتغذون على بعضهم البعض هذه مشكلة السياسة في مصر يعني أنت عندك العسكر والإخوان القطباء المعادلة السياسية في مصر لا يريدوا أن تنتهي هذه السنائية يعني يحاولوا القضاء على الآخر ولكن إلى نسبة معينة يعني إذا استطاع أنه يقضي على الآخر تماما يتوقف أنه عايزه دايما موجود في المشهد أما بالنسبة للمعارضة فهي أصبحت تماثل ذلك اللي هي المعارضة الموجودة حاليا ما عندهاش حاجة أوتوف دا بوكس ما بتفكرش أوتوف دا بوكس ولو جاء لها حاجة أوتوف دا بوكس تقول لك إزاي وما ينفعش يعني أفلى على طريقة التفكير والتنفيذ تقول لهم اعملوا عملية إعادة تقييم يعني حاولوا تكونوا استراتيجيين في الأبروتش بتاعكم يبقى إعادة التقييم بالنسبة لهم أنه نحن نجيب مين معنا صديق أكتر أو مين في صفنا يعمل لنا الديمقراصي بالنسبة لهم يعملية فوتينج يعني إزاي نبقى في الاجتماع نبقى عشرين ضد خمسة وستة فأنت بتتكلم على فكر من ويهة نظري وأسف لذلك التعبير فكر فاشل وفاشي لا يستطيع أن يقيم دائرة معارضة حقيقية مع نظام هش جدا أصبح شعبيته ضئيلة جدا تستطيع أن يعني تهزوا مش حاولك تنهي تهزوا بأدوات بسيطة جدا لكن تحتاج إلى سياسيين حق أفكار حقيقية ناس يعني تنقى عن أغراضها الشخصية ومحاولة مكاسبها الأيدولوجية بأنها تفكر في الوطن كفكرة عامة ثم أنا مش جد التنافس السياسي ثم تفكر في التنافس السياسي حينما يكون هناك مناخا سياسية إنما أنت الآن في حالة مناخ المنافي أو سياسة المنافي كما حدث مع الزعيم سعد باشر زغلول وكما محمود البرودي فيما قبل يعني المفروض يبقى التفكير مختلف تماما عن التعليم الذي تتمتع به ما تسمى بمعارضة النظام حاليا دكتور تقادم يقول الدكتور ثروات بأن النظام هش ولكن هذا النظام فرض على الأرض سلطة وقبضة أمنية خانقة المعتقلين بمئات الألاف حتى يتم التعرض لأقرباء من هم في المعارضة في الخارج في حال صدر عنهم أي شيء إلى جانب ما قاله الدكتور ثروات ألا يتحمل أيضا نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية كل ما يجري من عدم صدور أي صوت أو أي فكرة معارضة لأي شيء كان في مصر حتى في قضية تيران وصنفير على سبيل المثال وهي ليست قضية معيشية يعني في النهاية النظام في مصر يعني هو ينطلق من فكرة مقدسة في الحقيقة بأن السيادة والسلطة للدولة وليست للشعب وبالتالي هنا يتم اختزال كل الأمور المتعلقة بعملية تسيير حياة الناس وغير ذلك في الدولة والدولة في منظورها الأجهزة البيروقراطية والخدمية وغير ذلك وتأتي على رأسها الأجهزة الأمنية المختلفة وبالتالي هذا هو الفكر المصيدر والمهيم فيما تعلق بهذه المسألة وحتى أن النظام إذا ما قام بعملية إقلاق المجال العام وهي مسألة منطقية في الأنظمة السلطوية لكن أيضا المعارضة تحمل جنبا كثيرا بمعنى أن المعارضة أزماتها في الحقيقة أعمق بكثير وأنا صديقا أقول لك باختصار شديد في هذه النقطة يعني أنه حينما قامت الانتفاضة الثورية في 25 يناير ومات لها بعد ذلك لم يكن هناك أي مشروع حقيقي لدى المعارضة المصرية المشروع الوحيد الذي كان متواجد هو كان في الجمعية الوطنية التغيير وأنا حينها كنت مسؤولة للملف الاتصال السياسي في الجمعية الوطنية التغيير ولم أكن في اتلاف شباب الثورة وبالتالي بعد عملية المطالب السابع حينما سقط مبارك لم يكن هناك أي نوع من المشروع السياسي بالتالي غياب المشروع السياسي أدى إلى أن يكون هناك عملية التفاف حول الأيدلوجيا بمعنى أن الإسلامي رأى أن الحل الأساسي في عملية في أيدلوجياته الإسلامية اليساري رأى في هذه المسألة الليبرالي رأى في أيضا ايدلوجياته. وبالتالي لم يكن هناك مشروعا حقيقيا يشعر الجميع بالمساهمة. وأيضا تكون ركائزه الأساسية الحرية والديمقراطية وعملية استقلال القرار الوطني. هذه المسألة أصبحت غائبة تماما عن المعارضة المصرية. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا تتعلق بأن المعارضة المصرية في الأساس ليس لديها في الحقيقة خبرة تنظيمية خارج إطار الدولة المصرية. بمعنى أن الذين لديهم فقط الخبرة الحقيقية في عملية تنظيم خارج جهاز الدولة المصرية. الإخوان المسلمون الكنيسة القبطية. وأيضا النادي الأهلي فيما كان من قبل في بداياته. وبالتالي ليس لدى هذه المعارضة أي نوع من عملية الخبرة فيما يتعلق بهذه النقطة. يزيد هذا الأمر أنها الآن في المنفى أصبحت متشتتة في المنفى. ولديها أزمات في وجهة نظر هي أزمات خمس. تتعلق بأزمة التنظيم. تتعلق بأزمة التمويل. تتعلق بأزمة المشروع السياسي. وتتعلق بأزمة الخطاب السياسي. وأيضا القيادة التي تستطيع أن تفرزها. وأن تستطيع أن تتحدث من خلالها. كل هذا المشهد بهذه التركيبة في هذا التشرضم المختلف وبهذه الأيدلوجيات والاستقطاب السياسي الحاد. الذي تأسس بعد 2011. خاصة مع الاستفتاء الذي حدث في مارس حول التعديلات الدستورية أولا. أما الانتخابات أولا. بالمناسبة ما تم استثماره فيما بعد. حتى تم الإطاحة بإخوان المسلمين من السلطة. وأصبح هذا الاستقطاب هو كما يقولون الكبري. الذي من خلاله عادت الدولة القديمة ببنيتها المختلفة. بتحالفاتها المختلفة. سواء كانت مع شبكة رجال الأعمال والمصالح المختلفة. عادت إلى السلطة مرة أخرى. لأنها استثمرت في الحقيقة في هذا الاستقطاب السياسي. وهذا الاستقطاب السياسي حتى هذه اللحظة لا زالها مستمرا. والجميع متمدرسا حوله. وأنا أظن أيضا أنه الخروج من هذه المسألة قد يكون فقط بالتركيز على مشروع سياسي. يسهم الجميع. كما قلت. يشعر الجميع بالمساهمة فيه. ويكون عمدين الحقيقين هو العملية الحرية والديمقراطية. والبعد تماما عن أن يكون هناك هوية للدولة المصرية. بمعنى أنها لا تنتمي إلى أي تيار. سواء كان دولة عسكرية أو دولة دينية. إنما هي دولة في الحقيقة دولة مدنية. هذه الأسئلة التي يجب أن نتم. لكن عملية الاستقطاف فيها الحقيقة وتصاعد المظلوميات المختلفة أدت إلى هذه المسألة. إلى جانب كما قلت. المعارضة المتواجدة في المنافي بأزماتها التاريخية. لأنها تشتر الأسئلة القديمة التي كانت موجودة. لا تستطيع أن تفعل هذه المسألة. وهناك نقطة أريد أن أوجهها أيضا. فضل. المعارضة المصرية في الحقيقة لديها خبرة أيضا في عملية المنفع. نحن في صورة 19 كان هناك عدد من المعارضين المصريين المتواجدين في الخارج. مثلا هنا كان في برلين محمد فريد. وعدد من أعضاء الحزب الوطن الذي أسسه مصطفى كامل. كانت الصراعات بينهم أيضا صراعات كبيرة جدا. مثل الصراعات الموجودة الآن ما بين أفراد المعارضة الحاليين. وبالتالي نفس الأسئلة التي كانت موجودة في هذه الفترة هي نفس الأسئلة المتواجدة الآن. نفس الأدوات التي استخدمتها المعارضة منذ 100 عام. هي نفس الأدوات التي تستخدمها المعارضة الآن ليس هناك من جديد. وهذا أيضا هو المجتمع المصري. لأن في النهاية الأسئلة التي طرحها المجتمع المصري في أثناء الانتفاضة الثورية في 2011 هي نفس الأسئلة التي سألها المجتمع المصري أثناء ثورة 19. بالتالي نحن نعيش حقبة 100 عام دون أن يكون هناك نظرة وقراءة حقيقية للتاريخ المصري. دون أن يكون هناك عملية تجديد حقيقية أو أن يكون هناك اندماج في الواقع ومحاولة توليد والخروج من الأساطير أو الخروج من السرديات التاريخية القديمة. نحن نعاني أو في الحقيقة المعارضة تعاني أيضا النظام. يعاني أنه في النهاية النظام هو نظام لا يقبل بأن يكون هناك أي نوع من الممارسات السياسية. وأنه في النهاية لا يؤمن بالمسألة السياسية. نحن راحت هذه اللحظة أنه رئيس الدولة مثلا هو لا ينتمي إلى أي حزب سياسي وعدم انتماء إلى أي حزب سياسي. هذا له علاقة فيما تعلق ببنية النظام الحالي. أنه ليس هناك إيمان بالعملية السياسية في المقام الأول. أيضا ما درج عليه الرؤساء السابقين أن الحزب السياسي دائما يتخلل من خلاله نخبة معينة إلى مصالح أو إلى مصادر الدولة. هذا ما لا يريده النظام الحالي أن يتم. بالتالي نحن نتكلم عن مسألة في الحقيقة. يعني مستحصية سواء كانت من الطرفين. ويتحتاج في الحقيقة المجهود كبير. وأعتقد أنه سيكون صعب أن يتم تحقيقه. إذن لأعود إلى النقطة الأولى دكتور ثروت. اتفقتما في اعتقادكما بأن المظاهرات المحتملة لن تكون حاشدة. ولا على مستوى الوضع المعيشي المتردي والسياسي والاقتصادي والحقوقي أيضا. على قلتها لو فرضنا جدلا بأنها ستكون كذلك. ما مدى تأثيرها على صورة النظام على مخططات الرئيس السيسي في مصر لا تقول له لا؟ ما مدى تأثيرها إذا تم تقصد حضرتك؟ في الشكل حتى وإن كانت قليلة وليست على مستوى المسببات ما تأثيرها على صورة النظام الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أعتقد فكرة صورة النظام لم تعد تعنيه كثيرا. يعني صورة وصلت لمراحل خلاص. وفقت حتى يعني. ولكنها تعنيه كثيرا. يعني تعني الرئيس السيسي كثيرا. ومريدي الرئيس السيسي يحاولون دائما إظهار مصر وكأنها جنة على الأرض؟ لا. دي في فكرة البروباجندا. يعني فكرة آلية الإعلام اللي بيستردموها في أن هم بيحاولوا يصوروا للناس شيء. الناس ما عايش عكسه. وده تم حتى قبل صورة 25 نايل. ولم يفلح رغم أن كانت الحالة أفضل كثيرا. يعني فكرة أنه عمالي يوجد نظام إعلامي يهيئ أو يقول للناس حاجات. هم لا يلمسوها على أرض الواقع. ويختصر كل الإنجازات في فكرة أنه عمل كبري أو عمل شارع. وهو أصبح مفردة أو مفهوم كلمة إنجاز أضحوكة بالنسبة للعالم. لأن ليس هذا إنجازا. إذا حاولت تقارن بفكرة الإنجازات. تقارن بفكرة إنشاء الدولة في عهد محمد علي. يعني فكرة عمل الشوارع. وعمل شيء من سكراتش. من الزيرو. وفكرة القناطر. وما إلى ذلك. لكن مش هخش في التفاصيل. التأثيرها على الشكل العام كان بيعنيه في الأول أكتر من دلوقتي. دلوقتي هو عارف كويس قوي أن الشعبية هو معلوم أدوات للقياس. هو عارف أن الشعبية قالت. عارف أن مؤيدو كشفوا جانب كبير من بعضهم. كان صادق جدا في تأييده. مش عايزة أقول أن كل الناس كانت أصحاب مصلحة خاصة أو شخصية. حتى من أيدوه من هذا الجانب. أصبحوا يروا صورة بشكلها الأوضح. فالتأثير مش هو. وبدالين هو يأخذ قرارات ضد الشعبية. وضد فكرة الشعبية. هو بيعتقد أن تأثير الشكل مش مهم أو يصدر اللي هو عايزه بخلال الإعلام. وهو عنده أدواته في القمع. التي تكتفي بفكرة أن لو الشعب مش راضي. مش مهم. أنا بأعمل القرار اللي هو حيمكنني أكتر من السلطة. وحيدي للناس المستفيدين حوالي مساحات أوسع. بحيث أنهم يبقوا مستفيدين أكتر. يتمركز في قوته أكتر. فأنا لا أعتقد أن المظاهرات لو تمت بصورة يعني زي ما حضرتك بتقول. مش كبيرة أو زي كما نتوقع. وإن كنا نأمل العكس يعني. لا أعتقد أن سيكون بليها أكتر من يومين ثلاثة. وحيطلع الإعلام المضاد يقلل منها. ويقول هذا دليل آخر على شعبية للنظام الحالي. للأسف كما حدث منهم. لكن فكرت أن هناك مظاهرات حقيقية عشوائية كما تمت. وتطلع في 20 سبتمبر ويتحرك الشارع بعفوية مثل ما حصل في تيران وصنفير. رغم أن الكيمات كتش كبيرة. لكن كان فيها عفوية وكان فيه إيمان بالفكرة قوي جدا. هذا الذي يهزه جدا أمام المجتمع الدولي. وده الذي يخوفه جدا. لأنه يلعب بصورة أو بورقة إما أنا أو نظام سياسي إسلامي. سيدمر المنطقة وسيدمر المصالح الغربية. فلما يبدأ يظهر أن الناس متحمسة ليس دفاعا عن نظام آخر. ولكن دفاعا عن قضية قومية. أو دفاعا عن حريات حقيقية. هذا ما يرعب النظام. وهذا ما يمكن أن نحقق فكرة مختلفة تماما. لأختم لفة التظاهر دكتور ثروت. واضح. دكتور تقاضم على سبيل المثال. فقط اليوم رئيس السيسي تحدث وقال وأشار إلى التوتر الذي حصل على خلفية هدم منازل المصريين. قال حرفيا بأن هناك مشككين في كل إجراء نقوم به. وقال أنه ليس الهدف هو الهدم. وأنما الهدف هو الإصلاح. إلقاء اللوم دائما على جهة واتهامها بأنها مشككة ومرتهنة للخارج إلى آخره. على حساب شريحة واسعة من الناس تعاني في مصر. ما دلالته بالنسبة للسلطة المصرية برأيك؟ هذه المسألة مسألة درجة عليها النظام في الحقيقة منذ اللحظة الأولى. لأنه في النهاية منذ انطلاق كما قلت انتفاض الثورية في 25 يناير كان هناك نوع من تزيف الصورة. وهناك نوع من خلق ميدانين متصارعين في مصر. كان في البداية ميدان التحيير. كان في مقابله ميدان مصطفى محمود. ثم بعد ذلك مع الوقت تحول ميدان التحيير ومقابله ميدان العباسية. وبالتالي دائما ما كان يكون اللعب على المسألة الإعلامية. لأنه في النهاية النظام يدرك تماما أهمية السوشيال ميديا في مصر. ويدرك تماما أنها كانت أحد الأسباب التي حركت الشارع في مصر. وبالتالي ساهم أو حاول منذ اللحظة الأولى أن يقوم بعملية تأميم للسوشيال ميديا. وعدم انطلاق أي شيء من خلالها يحرك الشارع في أي صورة من الصور. ودائما هو ما يحاول أيضا النظام في المجمل متشكك دائما في أي نقد. لأنه في النهاية لا يقبل أي نقد. لأنه كما قلت لك في المداخلة الأولى أن الهامش الذي كان مسموحا به أيام مبارك. فيما يكون هناك نوع من المعارضة أو حرية الانتقاد أو غير ذلك. أصبح الآن غير مسموحا به. لأن النظام يرى أن هذه المسألة هي المسألة المتعلقة أو التي أدت إلى أن يكون هناك حراكا في الشارع أدى إلى ما حدث في يناير. وبالتالي هو لا يريد أن يحدث هذه المسألة مرة أخرى. وبالتالي قام بإغلاق المجال العام. هذه هي النقطة الأساسية التي يتحرك منها. ولذلك نرى هناك قوانين كثيرة جدا يتم إصدارها متعلقة بعملية السيطرة على الإعلام. في المقام الأول أن يكون هناك قوانين تقيد حرية الإعلام والصحافة. لأنه يدرك تماما أن هذه الأمور لعبت دورا مهمة مقابل فيما حدث في مصر. وبالتالي هو يحاول أن يقطع الطريق على هذه النقطة مرة أخرى. فيما تعلق بعملية الجهات الخارجية. في الحقيقة نعم حتى أن ثورة يناير حينما انطلقت قيل بأن ثورة يناير أطلقوا عليها الربيع العبري. ثم أطلقوا عليها غير ذلك. وأنها مرتهنة لجهات أجنبية. في المقابل نرى الآن أن هناك حالة من التطبيع الكبير جدا مع الدولة العبرية. وهنا التناقض الصارخ ما بين دولة اتهمتها أنت من قبل بأنها قامت بتحريك المظاهرات في الشوارع. وأنت الآن ترحب وتذهب إلى عملية التطبيع معها. وهذا هو التناقض الصارخ في الحقيقة فيما تعلق. ومعناه أن المحاولة الأساسية هو قطع الطريق وأيضا تشويه أي شيء يحاول أن يكون هناك أي صوت مختلف أو أي صوت يعبر عن رأي آخر مخالف. دكتور تقادم أبقى معك لو سمحت نريد أن أسأل لماذا برأيك بدأ النظام المصري بدأ أكثر ليونة في موضوع هدم المنازلين. وكأنه أو فهم بأنه تراجع قليلا خطوة إلى الوراء في هذا الموضوع. لماذا برأيك؟ المسألة لها علاقة بالقانون في الحقيقة. أولا القانون التصالح الذي ولد. هذا القانون ولد ميتا في الحقيقة. وليست هناك أي قاعدة حقيقية يستند إليها. لأنه في النهاية هو مناقض ولم يراعي البعد الاجتماعي. لأنه في النهاية المشرع حينما وضع القوانين راعة تماما أن يكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي. لكنه لم يراعي هذه المسألة. وبالتالي بدأت هناك الناس بدأت تخرج وتقوم بعمليات مواجهة مباشرة. وتقوم بعمليات غضب حقيقية ضد هذه المسألة. تحدث لأنها في النهاية تمس في الحقيقة الأماكن التي تأويهم. وبالتالي أصبح هناك نوع من المواجهة المباشرة. وبالتالي النظام أدرك بأن هذه المسألة سوف تمس الخطورة. وسوف يكون هناك نوع من التجرؤ أكثر عليه. لأنه في النهاية الحاجز الذي تم هدمه في 2011 أو حاجز الخوف. يعني النظام أعاده في الحقيقة مرة أخرى بعد 2013. وبالتالي عملية أن يكون هناك نوع من التجرؤ على هدم هذا الجدار مرة أخرى. هذا يشكل خطورة في استمارية النظام. وبالتالي هو أدرك تماما أن هذه المسألة هي لحظة خطورة. وبالتالي علينا أن نتراجع. وأن هناك أصوات تعالد بأن هؤلاء الناس يجب أن يتم مراعاتهم. وبالتالي نحن نخلق كتلة من المشردين. هذه الكتلة من المشردين سوف تمثل في الحقيقة خطرا على النظام السياسي. وعلى عملية الاستقرار التي يريد أن يروج لها النظام. وبالتالي هو أدرك تماما أنه لا يمكن أن يستمر في هذه المسألة. لذلك أوقف هذه المسألة أو حاول أن يقدم نوع من التراجع حول هذا الأمر. دكتور ثروت أفتح ملف حقوق الإنسان. من الواضح أن المجتمع الدولي يتغاضى كثيرا عن ملف حقوق الإنسان في مصر لمآرب ربما سياسية أو اقتصادية. هل تعتقد بأن نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة وهي قريبة جدا ستكون حاسمة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر؟ أو ستغير تعاطي مصر مع هذا الملف؟ شوف. ستكون حاسمة؟ لا. ستغير تغيير نسبي. لكن ليس تغيير كبير. إذا جاءت ديمقراطيون وهو ما لا أعتقده. أتمناه ولا أعتقده برضو. أعتقد استمرار ترامب في السلطة. لكن إذا حدث وكل شيء جائز. خاصة في انتخابات الأمريكية. سيتم التعامل بصورة زي ما تعامل مبارك مع الإدارات المختلفة. لأن في الأخير تتكلم برضو على دولة لها تاريخ في التعامل مع الإدارات الأمريكية المختلفة الديمقراطية والريبابليكن. وهي كانت حوالي نفس الفكرة التهديد بملفه الإنسان. واتلعب بهذا الملف في بعض الأحيان من أجل مكاسب خاصة للأمريكان. أو في بعض الأحيان بصورة حقيقية من بعض الأفرع أو الأجنحة داخل النظام الأمريكي. لكن هل ستؤثر تأثير كما نتمناه؟ سيكون لها انفراجة كبيرة أو ما إلى ذلك؟ لا أظن. النظام يعلم تماما أنه في حالة أن يغير من سلوكه تجاه فكرة القمع الشديد. التي تعود إلى عصر الستينات وأكثر قليلا. إذا غير هذا الاتجاه هناك حالة انفجار قادمة لا محالة. هو يحاول أن يعيش في دينايل منها أو يؤجلها إلى أجل غير معلومة. لكن الانفجار قادم قادم. فهو يعتقد وتأكد خاصة بعد 25 ناير أن وسيلته الوحيدة هو عدم المصالحة. فكرة القبضة الأمنية الشديدة. فكرة التجبر وإظهار هذه القبضة. يعني ليست في الكفاء. بل بالعكس أحيانا الإجزاجريشن أو تكبرها في صور الإعلام من عنده. أو في صور العادية التي يصدرها للشارع. عشان هو يعتبرها هي الديتيرنت أكشن أو فكرة الرضع لقيام أي حركة عشوية. وده يعود لنا للردع على السؤال السابق. لما قلته هو ليه غير فكرة الإزالات. أنا من وجهة نظري. هو تراجع تكتيكي بالمفهوم العسكري. هو تراجع تكتيكي لأن حصل بعض الحراك. ولو قليلا. ولكنه حراك غير أيديولوجي. لم يحركه أحد حراك عشوية. وهي النقطة التي يخشاها النظام أكثر من فكرة المعارضة والمشروع السياسي والتحريك والدعوات. هو يعلم أن الحراك إذا حدث عشوائيا. سيكون كالنار في الهشين. لأن هناك حالة غضب شديدة جدا من الوضع الابتصادي. من الوضع الاجتماعي. أبو أن يقول الوضع السياسي والحالة الخانقة. وخاصة مع اتباع نفس الأساليب التي أدت إلى انفجار لحظة يناير. في فكرة البرلمان والسيطرة على البرلمان. بنفس العقلية ونفس الفكر والتعيين وفرض حزب واحد وإن تغير المسمى. وفرض ناس معينين ودفع رشاوي. نفس الفكر ونفس الأدوات ستؤدي لنفس النتيجة في حالة الانفجار. فهو يخشى من هذا الحراك وعمل تراجع تبتيكي في فكرة الإزالات. أما تغيير ملف هو الإنسان. إن أراد لن يفعله. لأنه عنده أجنحة متصارعة داخل النظام. كل واحد وجهة نظره. وجهة نظر جناح السقور هي المسيطرة. وهي اللي خلت نظامه يستقر أكثر طوال فترة السبع سنوات. بخلاف السنة اللي فاتت في 20 سبتمبر. واللي كان فيها خلخلة داخلية في هذه الأجنحة وداخل النظام. فلا أعتقد أنه سيغير ملف حقوق الإنسان في القريب. واللي أتعقيد بسيط لو عندك وقت بس على فكرة المشروع السياسي اللي طرحها ضيفك الكريم. عشان أنا كنت حقوق ذلك. وكنت أحد الناس اللي اجتمعوا على ذلك. كان فيه مشروع سياسي تم وضعه من أساتذة علوم سياسية في الداخل والخارج. وينتموا إلى طيارات مختلفة. واتفق الجميع بكافة الاتجاهات على هذا المشروع السياسي. مشروع دولة في منتهى القوة. عشان دائما الناس تطلعوا ورحنا لا لدينا مشروع لا لدينا مشروع فكرة. مشروع بتفاصيله وتفاصيل تكوين الدولة. وفصل الجهاز أو النظام العسكري المدني. وفصل الاقتصاد العسكري. يعني كل تفاصيل بناء دولة ديمقاطية. لأننا لا نعيد العجلة. واتفقت الأطراب بأيدولوجياتها المختلفة. ولكن أجين مرة أخرى. اللي أنا قلته في الأول. فكرة المحاصصة هي ما قدت على ذلك. المشروع ما زال عندي في الطرق. وما زال موجودا لمن يريد أن يطلع عليه. مشروع راقي جدا. ونستطيع أن نتفق على الشروط العامة فيها أو العريطة. بعيدا عن الأيدولوجيات. واتفق الكثيرين من التائرات المتاجهة عليه. لكن التنفيذ أو جلوس المعارضة ورضائها بهذا المشروع. الذي تبنته. والذي كانت part of the development. بتاعته رفضوا أن هم يطلعوا بصورة مختلفة. نتيجة اللي أنا قلته قبل كده. هم ينظرون إلى مصالح ضيقة شخصية. سواء لجماعة أو لشخص أو لأفراد. دكتور تقادم. هل من الممكن التعويل على تغيير ما في البيت الأبيض. لتغيير هذا المشهد. وملف حقوق الإنسان في مصر. يعني يكاد لا يمر أسبوع. إلا ونسمع بأن سجينا معارضا مات بسبب الإهمال الطبي. وإلى آخره. متى يمكن أن يتوقف هذا بتقديرك؟ أظن أن التعويل كثيرا على مسألة الانتخابات الأمريكية. كما أشار دفق الكريم. أعتقد أيضا أنها مسألة ليست جدية في الحقيقة. قد تمارس الإدارة الأمريكية في حالة إذا ما أتى إلى السلطة جون بايدن. قد تمارس نوعا من الضغوط التي تحاول فيها نوعا من اقتناص بعض التنازلات. الإفراج عن سجين من هنا. سجين من هناك. عددا من السجناء الأمريكيين. أو حميلة مزدوجة أجنسية المصير الأمريكية في السجون. وغير ذلك. لكن تغيير المشهد كله في الحقيقة لن يكون كما يدخلوه البعض من الأمريكيين. لأن في النهاية التغيير في الحقيقة في الداخل ينبع من الداخل المصري. إذا لم يكن هناك تغييرا حقيقية على الأرض. كما حدث في يناير وخروج الناس إلى الشوارع وسامة. لن يستطيع أحد أن يقوم بعملية تغيير النظام. ولن يستطيع أحد أن يجبر النظام على التغيير. لأن في النهاية المعادلة في مصر تختلف عن دول أخرى. فرد فيها التغيير قصريا أو جبريا. كما حدث في العراق في 2003 مع غزو العراق. وبالتالي هذه النقطة المختلفة. أيضا النظام في حد ذاته لن يتراجع في الحقيقة عن ما يقوم به لعدة أسباب. السبب الأول في وجهة نظر أنه سبب تاريخي. لأن في النهاية دولة يوليو هذه المتكونة. الضباط الذين قاموا بتكوين هذه الدولة. تنشئتهم الأولى تعود إلى التيارات التي كانت متواجدة في فترة مواجهة الاحتلال الإنجليزي. وبالتالي لم يكن هناك عملية اهتمام بعملية الديمقراطية ومغير ذلك. الاهتمام الأساسي كان هو عملية إزاحة الاحتلال الإنجليزي عن مصر. حينما جاءوا للسلطة جاءوا بهذه الفكرة. بأن الديمقراطية ليست لها أي قيمة. وبالتالي لا تعنينا في هذه المسألة. وعلينا أن نستمر. الديمقراطية والمبادئ الليبرالية للتعلق بها حقوق الإنسان. مع أهمانة الخطاب الليبرالي في العالم من خلوة الانتحدة الأمريكية. هو أيضا لا يعني النظام في أي شيء. وبالتالي هو لن يقوم بعملية تخفيف هذه. المسألة في النهاية ليس هناك من أي مشروع لدى النظام. سوى مشروع القمع. وبالتالي هذه الأدوات القمعية التي يتم استعمالها. هي الأدوات التي يرى النظام من وجهة نظري. أنها هي التي سوف تؤدي إلى عملية بقائه في السلطة إلى أكبر وجه. وهو يعني يرى على الأرض بأن هذا المشروع القمع الذي تم استخدامه منذ 2013 حتى هذه اللحظة أتى ثمره أو أتى أكله. وبالتالي حدث نوع من إعادة بناء جدار الخوف مرة أخرى. وأصبح هناك نوع من الخوف تجاه هذه المسألة. وبالتالي هو لن يقوم بهذه النقطة. ثانيا النظام في الحقيقة حينما جاء إلى السلطة في 2013 أسس مشروعيته الأساسية على أمرين أو ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول يتعلق بإزاحة الإخوان المسلمين من السلطة. وبالتالي القضاء عليهم. وبالتالي حتى هناك نوع من الاتفاق الإقليمي على أن يكون هناك نوع من إزاحة الإخوان المسلمين عن السلطة في أي مكان يصل إليه في أي دولة عربية. وهذا توافق إقليمي في الحقيقة موجود. ثانيا هناك الشرعية الثانية التي أسس عليها النظام مشروعيته. وهي عملية محاربة الإرهاب ثم بعد ذلك الإصلاح الاقتصادي. نحن ما نراه الآن أن الوتيرة الإرهابية لم تتراجع بعض الشيء. لكنها تستمر في أماكن مختلفة. ومن ثم نسمع من هنا وهناك أو من يوم إلى آخر عدد من الهجوم على عدد من قوات الجيش في سيناء. مثلا. وبالتالي لم يتم القضاء عليه بصورة كبيرة جدا كما كان. وعملت الإصلاح الاقتصادي التي تواجهها في الحقيقة صعوبات كثيرة. وجم ما يتأثر بها المواطن العادي. هذه الشرعية الثلاثة التي أسس النظام أساسه على الداخل في أساسها. فيما يتعلق بالشرعية الخارجية. وهي شرعية مهمة بالنسبة للنظام. كانت تتعلق بعملية إبرام العقود وإبرام الصفقات الأسلحة. والغرب في مجملية فيها الحقيقة. حينما يأتي الخطاب يتعلق بعملية حقوق الإنسان والمصالح الاقتصادية. تتوارى خطاب حقوق الإنسان وتتقدم المصالح الاقتصادية في المقام الأولى. هي عملية إزدواجية فيها الحقيقة موجودة لدى الأنظمة الغربية. وبالتالي لا يستطيع أن يضغط ويقال بأنه لا يجب أن يتم وقف الانتهاكات. لأنه في النهاية الشارع كما ترى هو مستقر. أو أنه ليس هناك نوع من الجماهير التي توجد في الشارع التي تستطيع أن تغير المعادلة. بما أنك تحدثت عن الاقتصاد دكتور وهو مهم. ولكن نمر عليه سريعا. دكتور ثروت الأرقام تشير إلى أن هناك تزايد غير مسبوق بالديون المصرية. فضلا على الأزمة الاقتصادية الداخلية. ولكن الديون المصرية تزايدت بشكل غير مسبوق. ما تأثير هذا على مصر في المستقبل برأيك؟ شوفها عشان نكون موضوعيين. دائما الديون ليست المعبر الرئيسي عن فكرة إذا كان الاقتصاد سيء أو جيد. أحيانا يكون معبر عن طفرة تحدث في الاقتصاد. فبيتم فيها فترة من الديون. لكن ليس هذه الحالة في مصر. أنا أريد أن يكون موضوعي في التحليل. الديون تتراكم. لأنك ما زلت تدير الدولة بعقلية منذ انقلاب 52. وهي اللقطة التي اكشفناها في بعض التسريبات. المهم اللقطة. المهم أنه يسمي عملت مشروع. ما حاولوش يبنوا قاعدة اقتصادية سليمة. وحتى حينما تم بعض الأفكار الاقتصادية السليمة. نتيجة الكورروبشن يتم هدم أي تطور اقتصادي. ممكن يعمل فرق في الحالة الاقتصادية المصرية أو في الحالة المصرية. وده سيستمر طالما أن هناك فصل بين فكرة الاقتصاد والسياسة. لا اقتصاد بدون سياسة. ولا سياسة بدون حرية. ولا حرية بدون ديمقراطية. وطالما ليس هناك ديمقراطية. لن يكون هناك شفافية. وطالما ليس هناك شفافية. سيكون هناك فكرة الفساد المستشري. فمهما كانت الأفكار الاقتصادية جيدة. ومهما كان القائمون على الاقتصاد من أبرز العقود. ومهما كانت المشاريع جيدة. كل ذلك سيضيع كما ضاع في الستة عقود أو السبعة عقود الماضية. طالما أن هناك الحالة السياسية القميئة. التي يعيشها النظام في مصر. وتعيشها الحياة السياسية المصرية. متمثلة في الدكتاتورية. أنا دائما ما أربط الاقتصاد بفكرة النظام السياسي. ليس هناك اقتصادا سينمو في مصر. سواء كان هناك ديون. الديون طبعا تتراكم على الأجيال القادمة. كما تركمت على جيلنا من الأجيال التي سبقت. هي على كاهلنا وعلى عاهلنا وعلى عاهل أولادنا وعلى عاهل أحفادنا. وهم لا يهتمون إلا باللحظة أو اللقطة. أو ما يدعون أنه إنجازا في حين أنه للأسف الشديد. هو شيء يدير مصر إلى اتجاه الانحضار أو السقوط في الهاوية أكثر وأكثر من الناحية الاقتصادية. فليس هناك حلا اقتصاديا إلا إذا تم حل المسألة السياسية. وصلت دكتور تقادم. طبعا الرئيس السيسي سارع للتهنئة باتفاقات التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة ثانية. ما التأثير على دور مصر جارة فلسطين المحتلة في ظل هذه الموجة من التطبيع خاصة في منطقة الخليج؟ الدور في الحقيقة لن يكون فقط فيما تعلق بالقضية الفلسطينية. لأنه في النهاية الأنظمة العربية الآن سواء كانت من خلال المؤتمرات أو الاتفاقيات المختلفة التي عقدت بداية من كام ديفيد. مرورا بأسله حتى وصولا إلى هذه الاتفاقات التي تحدث الآن. لن فقط يؤثر على موقف مصر القضية الفلسطينية. إنما سوف يؤثر على موقع مصر الإقليمي في الحقيقة. لأنه في النهاية الأزمة الحقيقية أن هذا التحالف الذي يحدث الآن في المنطقة. ما بين الإمارات والبحرين وكذلك المملكة العربية السعودية. ومصر أيضا في جانب منه. وهذا التحالف الذي سوف يضم إليه إسرائيل. في مقابلة التحالف الإماراتي الإيراني التركي في المنطقة. في الحقيقة هذا التحالف كان له إرهاصات من قبل. وفي النهاية هناك عدد من التقارير التي كتبت من قبل عدد من السفارات في الثمانينات. يعني أنه تقول بأنه مبارك كان يخشى أن يكون هناك تحالفا خاليجيا يذهب إلى تفاوض مع إسرائيل. ثم هذا التحالف لديه استياء في الحقيقة من أن تكون مصر هي الممثل الأساسي والوحيد للعالم العربي. عند التفاوض باسم القضية الفلسطينية مع الدولة العبرية. وبالتالي هذا التحالف سوف يؤثر على قوة مصر الإقليمية. وبالتالي سوف يكون هناك نوع من تراجع مصر الإقليمي وقوتها فيما يتعلق بالمسألة الإقليمية في المطلق. وهذا التحالف سوف يحاول بكل ما يملك من قوة الآن أن يأخذ أو أن يملأ الفراغ الذي تولد عن ضعف مصر وتراجع مكانتها الإقليمية. لأن في النهاية مصر حينما تكون دولة قوية وحينما يكون دورها الإقليمي هي قادرة في الحقيقة على إيقاف الغزو الأجنبي. هي قادرة على أن تتفاوض باسم العرب. على قادرة على أن تفرض العديد من القرارات المختلفة. لكن ما يحدث الآن هو عملية تراجع هذا التحالف. وراد بي كما قلت أن تملى الإمارات مثلا في المقام الأول. الفراغ الذي تولد عن تراجع مكانة مصر الإقليمية. وأن تصيرها الدولة الإقليمية في المنطقة التي تتحكم في المنطقة بالتحالف مع الدولة العبرية. وبالتالي كما قلت بأنه لن يؤثر فقط على المسألة الدولة الفلسطينية أو على القضية الفلسطينية. سيؤثر في المقام الأول على دور مصر الإقليمي. الذي تراجع كثيرا كثيرا. وهو تراجع دور مصر لا ينبئ بخير في الحقيقة بأي حال من الأحوال. أنه في النهاية يؤثر على المنطقة بالمجمل. وأيضا يدل على أنه لم يعد هناك ما يسمى بالنظام العربي. النظام العربي انتهى تماما. والقضية الفلسطينية تحولت كما كانت من قبل. لكن أنه أصبحت بصورة صارخة. هي عبارة عن رقم في جيوب الأنظمة العربية. دكتور ثروت ربما لا يعجب هذا الكلام بأن دور مصر تراجعت. دور مصر السيسي تراجعت. ربما يتطفق مع هذا الكلام. دكتور ثروت سريعا. ما الذي يسمح لمصر السيسي أو من غير السيسي بأن تسترد هذا الدور الإقليمي المفقود حاليا. باقتضاب لو سمحت. باقتضاب سنعود لنفس الفكرة حضرتك. اللي أنا بتبنىها منذ سنوات. لن يكون لمصر دور قوي إلا إذا تحررت سياسيا. وأصبحت دولة ديمقاطية حرة يعبر فيها عن الأراءة بحرية. ساعتها سيكون الذي يعبر عن النظام السياسي هو الرأي العام أو الرأي الغالب من الشعب. وستكون لمصر احترام في النظام السياسي الدولي الجديد الذي يحترم الدول القائمة على الحريات. والقائمة والآخذة برأي شعوبها. حتى وإن تعرضت مع أرائهم في المجتمع الدولي. لكن طالما أنت دولة تحكم بالحديد والنار. ديكتاتورية. الشعوب فيها تخضع للزل والامتهال. لن يكون لك أي دور إقليمي أو لن يكون لك أي دور مؤسر. كانت مصر هكذا في عهد مبارك. ولكن كان لها كلمة ونفوث. لم يكن بهذا القدر. نتفق. ولكن كان لها نفوث. لا. الحقيقة لم يكن لها نفوث. كانت توضع في الصورة فقط. وكان نفوثها بردو. وده نتيجة أنه برضو مبارك كان مندي مساحة سياسية أكبر مما يحدث الآن. وأكبر مما كانت في الستينات القائمة على الشعارات. أنت ممكن تعمل شعارات فتوجد لنفسك وضع مخيف للمجتمع الدولي. لكنه غير مؤسر. أنت ستضرب المجتمع الدول وكله بكمبلة. لكن أنت غير مؤسر. أنت بس بتخوف زي البلطاجي اللي واقف على باب فيلا عايز يضرب الناس بالطوب. لكن هو ما عندهش أسلحة تانية والفيلا جواهم. شكرا. فتعمل ذلك. وممكن تعمل صورة اللي كان بيعملها مبارك أن أنا بس كبير وأنا هعمل شوية مساحة وعندي شوية أحزاب وعندي ناس بتتكلم. شكرا دكتور. تطلع. فيبقى لي بعض التواجد في الساحة. شكرا لكم. شكرا. وضحت فكرة تماما دكتور. انتهى الوقت تماما. شكرا لكم. دكتور ثروة نافع ودكتور تقاضم الخطيب المشاركة معنا في بلا حدود على الجزيرة. شكرا لكم مشان الكرام. إلى اللقاء. بإمان الله ورعايته. اشتركوا في القناة